اشتركوا في القناة 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 بس صغير ردومي وركب التاكسي ماشا سلام عليكم سلام عليكم اسمع بقى انت اتذكر كويس البطر الدلع بتاعك ده يا أخوي وانت رواحي بخلي بالك من الناس طيب حاض التاكسي هوا الحق 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 حلق عليه تاكسي طاز بلاش شفت الظلاسة بتاعته لا اسمعوش الكلام تاكسي المهندسين الحمد لله الحمد لله بابا حسين بابا حسين بابا حسين بابا حتى ما زال سمك الحق 일وم بابا حتى جده اتصل وقلب مساحته تحسرت يعني بيقول لنا ما تقولش بصدق اه طب مش كان جيه عايش معنا عشان ناخد بالنا منه ما انت عارفة جد دكتور عمرو حب يعيش لوحك خلاص بقى او حب اسمعي انا هروح اكمل اللوحة بتاعت حسام علشان نحضر عيد ميلاده مش هتتغدي الاول؟ لا انا كنت بالنادي واسدي يا مام على فترة تتالفيني عربيتك علشان اروح ليه عيد ميلاده بدل ما تزاله للفاكسيات واسف مع العرافه اللي معرفوش لما تتعلمي السوئة ميس الاول على او ما انا حفظت معي وانا لازل محمد 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 بس يا فندم لغاية دلوقتي ما نقدرش نوجه للزوج اي طبن لانه فعلا برا مصر من اسبوع يعني قابل جريمة المهمة لازم نعرف مين صاحبه اللي زاره كذا مرة زي البواب مهاج فعلا يا فندم هيا ده يا شريف عزيزي واجد بيه من لحظة استلامك لعزة الخطاب سوف تقع جرائم قتلك سوف تقع جرائم قتل بشع وليسهل مهمتكم انا القاتل فقد حددت كل شيء قبل قتل مجد الخائنة واخترتك انت بالذات لاني من زمان نفسي ألعب معاك لعبة القط والفار قبل الدور ما يجي عليك وعلى حسام ابنك وعلى حسام ابنك هتصل بيجب علي كل جريمة ثقتي في نفسك كبيرة وأتحداكم لانني اطهر واسكى مخلوق في العالم حسام طبعا ده مش اسمه احتمال يا فنم بس برضو لازم يكون حسام ابن حرتك تحت حراسة مستمرة وهو راحة كلية هو بيه منها يا فنم طبعا 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 اين؟ اين يا عصام؟ جوز المجنة عليها وصل المطار يا فنم طبعا يا عصام يزوج منك كده ولا كده؟ باته لا يا شفن انا يا بيت تاكسى بيت تاكسى بيت احت امرك تفضل بس انا بس موديني فين؟ تفضل تفضل محمد الله على السلامة بيه و دي كمان انا بقولك ازا مالك راح فين؟ محمد الله على السلامة بلاو الله يسلمك يا سيدي دي مسكتي؟ ما انا عارف بس بقتصرلك السكة توقتي ماشيني في ترب؟ بقتصرلك السكة بقولك نسلني هنا يا البست اتفضل اتفضل يا بيت يا بيت اتفضل يا بيت جايني هنا ليه؟ نحمود ده فن اه يا سيد نحمود ماعليش بس كافم يعني انا عملت ايه؟ وجايبيني هنا ليه؟ اه اتتحنفت منك شوية المعلومات المسيبة هل تسمح لنا يا فندم؟ لا سنة يمشي يروح فيها 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 أصله طب لو سمحت قوله بيه قوله انت جبتلي ازاي وخاطتلي في تاكس ازاي اللي بيه عارف كل حاجة أيوا نعرف كل حاجة هي دي المسألة يعني باختصارشي جيد جدا انا نزل من المطورة طبعا مدورة على تابس طلق لدوصة التابس فلاقيته كمان شهل عشانات وخطها دواء التابس انا جيت قلت له سورة بص عسنالك لقيته جابني يا نعمل عندهم اتفضل يا سبت طلق ليه ما هو ده الشاهد الوحيد بالصبت العرفة يعني جابني من ايه وخطني في تاكس ازاي ايوا عرف انا عرفكم كنت مسافر لندن ليه ما قولتش كنت مسافر لندن ليه كنت اه مفيش داعي انا عرف عرف ايه فندم؟ كنت مسافر للعلاج اه هو كان اه يعني حالة نفسية تعاني شوية الحالة نفسية دي قصرت على حياتك السابقية مش فهم ايه معنى توليه يا فندم؟ اه شوية معلومات وانا نحن سيبك سيبني سيبني يا فندم وانا مجرم قاتل قتيل ايه؟ بقول قاتل قتيل بتحب مردك بعبودك عشان كده سافرت لندن ايه عشان ايه عشان عشان ايه؟ وانا قلت لحضرتك عشان عشان كنت بتعجيك عندك اولاد طول عمرك كنت بتمنى من ربنا ايه عشان يرزقني بحيطة عيش اه كده احسن انا فيه حاجة بقى مش رهم يا فندم انتوا الهات دلوقتي يعني ما وانتوا ليش انتوا جابيني هنا جاي انت لك رأس دقائمة قابلا عمر ما كان ليه يا صحاب مفيش الامراتي يعني من البيت للشغل ومالشغل للبيت جيرانك fifthライم المعاملتهم معك ازاي? عادي يسامني على العسل مبتشكش حدا فيهم من البحر ايه يعني؟ يعني يكون على علاقة ب بالمين؟ بالستي بتاعتك استغفرو الله استغفرو العزيم انا عمري بحد دخل بيتي ابدا ابدا ابتكر كويلس ابتكر عشان تساهلنا المأمورية من فترة كده أنا أممكن تقابلت مع واحد صاحبي أيها زميل يعني كنا مع بعطف ابتدائي في المدرسة المحمدية أه الحقيقة كان صاحبي جدا وزعلت عليه قوي لما عرفت أنه اختفى فجأة وثاب المدرسة وماكملش تعليمه اسمه عاسمت لا اسمه عاطف أحمد عاطف إيه تفتكر اسم الثلاثي والله بيما أنا فاكر أنا عايز أعرف أنا متهم بحاجة مابينش حاجة بعد ما ساب الدراسة ما شفتوش ولا مرة قابلته بالصدفة وفرحتيه قوي لما عرفت أنه اشتغل في الأعمال الحرة كان بيزجه في البيت يعني هي مرة ومرتين عزبته عندي في البيت أسمه أعرفتو بالستة بتاعتك تصو دي لا ولا حاجة ولا حاجة أخدتلي اسمه عاسمت عاطف عاطف أحمد يا فندم انا مش تاهم اي حاجة انا انا طول عمر يا راجل شريف ماشي بما يورب الله يا سيد محمود اركز معايا شوي حاضر يا فندم يعني اصبطوه مثلا في قضية مخدرات والله يا بيه والله ما اعرف عنه حاجة مخدرات ايه يا راجل ارجوك تساعدنا الوقت بيجري ايه لقيتوه ما تقول للأسف المدام بتاعتك المدام مل هيا للأنا هماتولا السلام عليكم السلام عليكم عزيزاتي وفاك احذرك من الذهاب الى حفلتين ميلاد حسام وامورك ايضا ان تقطعي صلة به تماما وإلا سيكون هو الضحية القادم والله العزيز السلام عليكم احذرك من الذهاب الى حفلاتي وفاك مثلا مرسي أني أفضلتك مانك مانك فيه مانك فيشك أمي ستونة مرسي مانك فيشك مانك فيشك مانك فيشك كنت طيبة رابع قال دئي إنتي فنانة عظيمة استن استن مانك فيشك كل شب motive بقى من فيك أبو دمت إيه لتعمل معالك في الجهود ده قلولي بقى من فيك أبو عيسمك؟ عيسمك؟ شمعك؟ ازاي؟ ازاي؟ عملة ايه؟ اهلا؟ ازايك يا حسين وكل سنة طريب عبال مئة سنة يا سنة كل سنة تتابع سنة يا سنة بزراري عامل في حاجة عامل؟ لا لا ما ده ما فيش حاجة يلا يا جماعة ما فيش عامل يلا خطير يلا خطير يلا خطير تعمة الله سبحانش الله ايه؟ أيه؟ ايه؟ 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 هلو؟ عاسمك؟ هلها فند موجودة؟ ده واحدة عندها لك؟ يا عاسمك؟ ايه؟ مرشي؟ اتخل الله يلا جماعة سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا حسام سنة حلوة يا حسام سنة حلوة يا حسام صعب يا فندم نفتكر تلبيز ابتدائي من 16 سنة أنا جيت هنا ببعلي 3 سجين بس ما فيش أرشيف المدارسة حدث النظر أرشيف ايه اللي بيخمص بياخد دوسي هو بيمشي فيه جملة الآن في الجواب ده ليه هي يا فندم؟ عند الولد عاوش يلاف معايا لعبة القطة والفار ودي معناه ايه؟ معناه ان الولد يعرفنا احتمال كبير يا فندم يكون محمود بروز المجنى عنيه؟ ده احتمال بس مش كبير لأن تقرير الطبيب الشرعي بيؤكد ان الجريمة حصلت أثناء ما كان محمود برا مصر في علم محمود سافر لندن عشان يتعالج من ضعف جنسي والحالات اللي زيدي بتسبب مرض نفسي وتخليه شك في مرضه فممكن يكون شك فيها وسافر وهو مدبر كل حاجة عشان تتم في غيابه انا عاوز محمود يكتب قدامك اي حاجة عشان اضاهي خطه بالخط الموجود في الجواب ان شاء الله يبتبنوا انا حتى صح يا فندم؟ والنتيجة هتوقف عليها حاجة كتير ولازم يدلين على صحبه طبعا والله والله العظيم ما عرف عنه حاجة غير اللي قلته لا انا مستعد اعمل اي حاجة علشان تبسكوه لا انا ارسلي ما كنت محب براتي جدا لا اسفيني يا استاذ محمود على الازعاج ده انا عايزك تروع كده يا استاذ محمود وتكتب لنا تعاود صغير كده وتمدعني لا تعاود انك متغيرش عنوانك عشان مرض ما اللي منعوزك نلاقيك حاضر هتعهد انا انا قل لي يا محمود صاحبك ده ما قالكش كان بيشتغل ايه لما كنا من دردش قال لي انه كان بيشتغل فوارش تنسيك في القلعة وعايش مع صاحبها اللي رباه بعد ابوه ما مات وغزاير وعشان كده ساب المدرسة بها قلerkt بلي انتهت وسيبرا بوا المترجم للقناة 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 يا بنتي ايه اللي خلاكي من قصة وتبلغي على حكاية الجوابات؟ مان نحن ومان الوقع المهببة دي؟ حسام ومباحس وقتلين قتلة انا الحاجة الوحيدة اللي انا مستغربة لها ايه السبب اللي خليه يختارني انا وحسام بالذات؟ يا بنتي سمعي كلامي وبعايدة عن الموضوع ده خالص ما عندكش فكرة انا تعبت علشان ربيك يقدقيه ابوك مات الله يرحمه وانتي عندك ثلاث سنين وما تصوريش اهل وحاربوني يقدقيه علشان يخدوك مني ما تخفيش يا مار انا شخصيا الموضوع ببقى يهموني اكتر من الاول لازم اعرف ايه اللي بيحصل ده وليه تقولي اتعرض نفسك للموت؟ انتي اكيد عايزة اتنقلت ايه؟ يا وفاق في ايه؟ انا اتنقلت يا بتبيني خالص يا وفاق جي تفتح الداخل راح اتوقع عبر من الحجر والاتبار ما عايزش حصل خير فدك ايه المشكلة يا؟ اه اه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دي مش مشكلة ممكن يديل اي حد وصله باليد بس مدام باع جواب لبرونالي باع يتابعه وده هتخلينا نعرف مكانه بالزبط هو المعتقد النقسام لابني ماك انا هنازل خبر في الجريدة بترقى تاني هنقول فيها الحقيقة ساعتها هيقرب مننا لكن المرة دي بقى وشرف امي ماهيب لبنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا اشتركوا في القناة دا كان حياته الحسام اصلافائي يقول علي الضفعة كل سنة واكيد عايزة تامن بحث عنه اللي بحيارني انت مكلم عن ذلك وقت ويقول له على جرامته دي وبعدين يكلم بالصحافة قوله من الجريمة تامت الزابة زل ما يكون فيه علاقة بينه وبينكم في المرضى وبيستخدامي على السلامة اللي تلقوته بيه مش ممكن يكون لنا علاقة برجل مجرم زي ده هو ده اللي بحيارتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يشكر الطالب حسام وجدي البنهوي الدكتور الجراح احمد رأفط على نجاح العملية التي اجراها له وذلك نتيجة تعرضه لحد استصاده ايه؟ حسام لسه عيش؟ اشتركوا في القناة 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 شريف اشتركوا في القناة ماما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شريف اشتركوا في القناة 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 عاد الانيسة وفات الفضل الفضل اللي كانت نشريه سيد خير فضل الفضل باية اتعاد الساعة فضل دلوقتي انا اسف يا فندي من جاي في وقت الزيادة بس ممكن ادخل واشرح لحضرتك بحقيقة الفضل الموقف اهلو ايوة مي ابنك سامر عندي ابني ايه في ايه يا بحاصل ايه اني كبارو ايه ربنا يخليك قول لي وافهم بس لو اعزت عائل بوليس بس ما ديشه شرح ومسجير البوليس ما يعرف عشان ترزي الحين امرك امرك اجيبكو اسمعي اعزة ديه الاول خد الانوان ولما تيجي نبقى نتفاق لا 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 اللي بتطلبه ده مستحيل يا هانم التطمني الانيسة وفاها حتكون في حمايتنا المستعدة ساعدكو باي حاجة الا بدي يعني شمعتي ولا حياة حسام يا ماما انتي اهيد مجنون عايزان اوفي على النوم ليعلينو خطوبتك في جميع الدرايب كتب واسكت يا ماما الموضوع ده بقى اهميني افتر من الاول ومن حق اقول رأيي فيه بصراحة بعد اذنك انا حوافق وانا بقى مش موافق انتي مجنون يا هانم لازم تساعدينك عشان خطتنا تمشي صحة يا ماما حسما تبتدى يتصب بيها تاني وبيلهددني انا نازم عارف اللي بيحصل ده سببه ايه الراجل ده اكيد وراه حاجة كبيرة لا وراه ولا قدامه ده مدنونه دي مسئولية البوليس ارجوكي بقى يا ماما انا اخد قرار وحتحمل نتيجته انا موافقة كابتن شريف برافو عليك هاة 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 اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قانقر أصوك أنا مرة أب مرة أب وانت لسه صراحي اشتنم شوية انا بس اي بس هلو واجد بيه اصحب فوق لي شوية الجريمة التانية فانتظارك ايو عوامة الانز تحت كبرى زمالي وقل له حسام حظك كويس المراني من ساحب الحوامة جيد مساف البهر يا ساعة البيت وانا من يعمى الشريفة معرف حاجة يقتل الله يخرب بيتك شكله ايه الراجل ده شكله شكله من قادر مساعة البيت وهم بيردوا علي كتير اللي باهمش بايت على خير ركبوا العربية ركبوا العربية باية شريفة اصامة تصل يا فانت بيقول ان المكالمة من محطة مصر والجاوب ده لا اينيه المجرم بيقول فيه انه خطف ابن القتيلة ومفكر له في موت اتناسب سنه موسيقى اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ؟ ترجمة نانسي قنقر خمن نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إدراج فيه ايه يا فندم فيه ايه هندم رد علي أرجوك فيه ايه جز وفاة عبانة وراحة فيه منع طب فيه عربية جاء زلتوصلكو عشان تحميل أرجوك خلينا أرجوك لكن يا فندم أنا يا هندم اسمعين مش ما أقول كده انت متأكد؟ أيوة يا بيه لما شفت صورة الوقت الصغار في الجرنان وقفت للمجمون ده يتقلو ويبقى سمو فرقابتي فجيت هنا على طول طب هوصفه ايه؟ عبي يا ضالي لبس بانطالون بدل جانسي الروش كده بيه حبتين انت فاكر وصلتوا حد فين؟ أيوة يا بيه طب ايه مدينس فينكس هو نازل وانا مشيت على طول هيا الشيط ما فيك اي راضي فعل يا بيه استمالي في المرأة تمام يا بيه نفسي عصمة الكلب ده يقع في ايدي ألو وفاق سيب اللي في ايديك وتعالي تفرع ايدو تعباد ابا معي زكي جبي هذا يا موانا جاي على طول يظهر ان جداي هتعبان فعلا سيب اللي بيه سيب القوناة عارب عشان تكوني مطمنا أنا حواصلت بنفسي على حد ينابي سيب يالا شو، بسكرة يا هذا اللي عليكم مام أنا اسمك أي كلمة، أي كلمة، انت عرفة إلي ممكن يحسب انت عايزي اللي تشكر لحظة أحدك زكاي لا اسمعش كلامي انا بعتبر ده يا انا ميت سنى عندك سنى عليك يا ابني حرم عليك سبنا في حد نحنا من قلس ده بأي حاجة سداني عزبت انا بعيدت عنه ونفذت كل كلامك امان ايه اللي قريبت في الدلائد من عرض انا انا فجأت زالك بزبط لكن سدقني انا بعيدت عنه وشاب اللي انت طلبت مني ده انت انت عزاني سدانيك والبوليس عامل لك مين تحت بيتك انت السداني عزبت انا كان نفسي انك تتصل بي عشان اقولك ما تدينش انا انا فعلا عايزي ساعدك والدليل على كده انا في عربية بوليس مستنياني تحت وزا اتأخرت عليهم هتطلعوني قوموا معي قوموا معي قوموا معي ماما سدقني عليك عرفت بقى عرفت ما انا مش عايزان يمسي كوك اني الجميلة وانت عبين عليك طيب قوي ونفسي تسق خير عسد فيه كين طب وليه بقي عزبت اديني بس فرصة اسبتك انا مستعدة اتقابلني وانت في اي مكان وانت اتحدده وانكون معنا تامر وانت اتحدده بس مش تامر اسمه عزب اندهل اللي تحت وقلل منك حد باتي هنا وانا حكون مع مامتك هنا في شق ويشايف كل حاجة انت زكية وعارفة كل حاجة وتخاف على مامتك اه روح عزبت سلامك ايه عزبا 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 مهتش همصيقني انا عزبتك عزبتك طاعتك هم لو سمحت البلد الكابتن شريف ان انا حمبت هنا عشان نجده وتعباني ساعت تقول حاجة تاني؟ نا شوية انا جبتك انا علشان اسبت لواج دي ولكل الناس ان اسكى منه قبل الدور ميجي عليه مفيش داعي ده يا عزمت انا كممكن اعرب منك في اي مكان واحنا جاينا علي هنا انا جيت معك بقرادتي انا عايزة ساعدك يا عزمت انت فعلا انسان كويس وقال مكتير تكلمني عن نفسك عن حياتك تصدقني هتلتاع كلكم خينين نا يا عزمت مش هنالك دي اللي انت شايفنا بيها انت نظيف قوي من جواك انا حاس انك ضحيت ظروف ناس تاني هنا عزمت احكيلي احكيلي عشان اقدر ساعدك ده 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 ابوي المسكين كان ضحية امي قتلها ومات في السنة ما كنتش اعرف حاجة في الدنيا ساعدتها لما قتلها المنظر ليه مش ممكن انسى قبل مش ممكن مش ممكن ده وده كان الراجل اللي ربان كان ضحية مراته قتلته يا معشق علشان كده انا بنتقيم لهم وكل اللي سيهم ده تحكير غلط قوي يا عزمت دي فلسفتي انا متعلمت الصحية لكن حاولت اقفهم الدنيا عاريت كتير وعرفت ان الفلاسفة هم اللي بيفكروا صحة عزمت انت حبيت قبل كده انت حتي سدقتي ان انا ملاكة الجنة الملاكة من صفاتهم الحب حب الناس صح الحب صح بس اللي يضمر انسان مش بعقاب الموت انت مش اله عشان تتحكم في عمر الناس سيب الانتقام يا ربنا ونعمل الله ونعمل الله ونعمل الله وفد اينا انا زينا انا انا ملاك مجددا روح ملاك وارعان الشيطان بس الشيطان مش كان اصله برضو ملاكة مم هو اللي اختاري عزم اختاري باشطان ياريتك تتخلص من افعله عارفة لو اي حد غير حسام بن وجدي كان ممكن انما لازم احرمه مني ايه 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 إحنا ايه ايه هات ايه انسة وفاء لو كنت لتلنا من الاول كان زمأن عبارنا عليه عسمان ده مريد ومهنتي تحتم علي اني اقف جم عزمان ده سفاها كان ممكن اقتليك سماعتها لقبل كده المهمة تقول لنا هو فين علشان نعمل طفل اللي معاها يا انكل مش ممكن هيقتل الطفل ده لانه شافيت وفولته البريقة اللي اتحرم بنا طب ممكن ترسب لنا صور طب ارجوك يا وقت بيت طلع وفاق بالموضوع ده خلاص يا انكل انا هعمل كل اللي انتو عايزينه بس بشرط لما تقبضوا عالية عنوكا مريض اشتركوا في القناة الجانبين ببقى ذه والله يا برايبбо يا فعل انت فنانه عظيمه يا فعل تسداوني يا عيسم انضمري أهلك ليا حسنا انت متأكد ان ما فيش بينه وبينكو اي علاقة في المرسل ايه اللي بتريد يا وفاة؟ انا مواركش يا رفاة، هو اللي قال الخطوة الجاية كون يا فنو هننزل سلطة في الجراية و هنكتب بالمنشط ان وفاة قدرت تختعم احنا قربنا منه كتيرا وبالنسبة لوفاة يا فنو وفاة هنشدد على الحراسة عشان نتطمن ان ما حدش حدا نرسلها طبع صان تعمل لي تحديات كاملة عن صاحب الصورة دي تماما عذرت تخدعني و انا اللي فكرت في لحظة انها ممكن تكون انسانا محمود محمود هو الوحيد اللي ممكن يدلهم علي كلهم حينين الا انت زي انا بالزبط انا وانت انضف اتنين في العالم كلهم ازاي اونت لتنش الخبر زي ده؟ خلتك بكده بتضيع كل اللي انا عملته جرية وفاة دي الطريقة الوحيدة اللي تخلينها بضع المجرد ده وفاة بعد بقابلة المنون ده ابتدت بتدفع عم اكيد ما هدده بحاجة عسمك مريض وكده فقد الثقة حتى في نفسه دلوقتي ممكن يعمل اي افعال جنونية دول واحد وفاة 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 اهلو شريف دلوقتي تأكدت ان هو النجل الجبان لازم بلغانه زر زر المترجم للقناة 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة